بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد النهاردة هنتكلم في موضوع في غاية الأهمية يهم الجميع تقريبا شروط صحة الزواج خلي بالكوا لأن هذا في منتهى الخطورة والأهمية وهيهم ناس كتير قوي هحاول أختصر بقدر الإمكان في تحديد هذه الشروط وهي أربع انتبهوا لها شروط صحة الزواج إيه الشروط دي قالوا الأول خالص تعيين الزوج والزوجة الزوجين نمرأ اتنين الصيغة اللي بتكون بين الزوج والزوجة بعضهم عدها في الأركان وبعضهم عدها في الشروط لبنسمعه الإجاب والقبول أو البعض حتى قال لا هذا الصيغة نفسها يجب أن تكون عند العقد بوضوح ما تبقاش المسألة فيها لبس ولا إشكاليات نمرأ ثلاثة الإشهاد نمرأ أربعة ألولي تعالوا ناقش كل واحدة من دول بسرعة كده ونشوف إيه المتفق عليه وإيه المختلف عليه المتفق عليه الشرط الأول تعيين كل من الزوجة يعني ما ينفعش أروح لرجل عنده بنتين ولا ثلاثة ولا أكتر وقول له يا عم الحج فلان جوزني بنتك يقول له خلاص أنا موافق جوزتك ابنات ونروح جايبين الناس وبتاعه ونروح يلا سالم اتجوز بنتي طب بنتك مين منت عندك فلانة وعلانة إلى آخر بنتك مين لابد من التعيين حد يقول لي تم سيدنا شعيب يا مولانا قال لسيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين ما هو ما حددش ولا حاجة هو آه كلامك صح السؤال هنا هل كان عرض سيدنا شعيب على موسى بمثابة الخطوبة ولا بمثابة العقد لا بمثابة الخطوبة لسه بيقول له أنا عندي بنتين إيه رأيك تتجوز واحدة منهم هيجي بعد كده بقى سيدنا موسى يختار بين البنتين يقول له هي دي فيتعين الزواج عندئذ بإحداهما وتبقى معروفة واضحة إنها ما ينفعشي الزواج وجن بدون تعيين وهكذا يبقى تعيين الزوجين وأرجو أن تكون هذه المسألة واضحة التانية الإجاب والقبول ودي هتجرنا لحتى فغاية الأهمية الرضا الموافقة بين الزوج والزوجة من له حق الموافقة طبعا الزوج مفيش كلام فيه إنما الزوجة بقى البنت ولا المرء الثيب هل لها الحق في إنها تقول آه أو لا بعض الناس للأسف حتى هذه اللحظة ويعني جايزوا يكونوا يقول لك والله أنا بأفهم في الدين والكلام ده كله يقول لك لا 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 البنت ليس لها علاقة بهذا الأمر والقضية في إيد وليه إيه رأيكم انتوا غلطانين والبنت لها كل الحق في أن تقول نعم أو أن تقول لا اقنع بنتك انت حر إنما بنتك مش مكتنعة لا يجوز لك أن تزوجها من غير رضاها تقول لي معقول يا مولانا بس أنا شايف مصلحة طب إيه رأيك بقى في النبي عليه الصلاة والسلام الذي فسخ نكاحا لم توافق عليه المرأة عقد حصل وتم عقد حصل وتم النبي فسخ العقد انت خيلين أي وراحت فتاة أو امرأة إلى سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بيه خصيسته فرد النبي النكاح قال له لا النكاح ده باطل ما ينفعش شوف الرد مش حتى قال له خليه طلقها هو قصة ما تجوزهاش عشان يطلقها يا خبر ده احنا هنا قدام إشكالية كبيرة جدا يعني البنات اللي بيجوزوا رغم عنهم دول زواجهم محل شك أنا مش عايز أقول ده بصريح العبارة عشان مش عايز حدي بتابعنا دلوقتي يتشكك في حياته بس الإجابة أقرب إلى نعم منها إلى لا بدون حياء ولا خجل ولا خوف أيوة الرجل الذي يزوج ابنته رغما عنها وتقول له أنا مش موافقة ويجوزها غصب عنها النكاحه باطل انتبهوا لهذا انتبهوا طب خلاص البنت وفقت بعد كده بقى وخلاص الدنيا مشت الحمد لله إنما احنا بنقوله عشان ما نقعشف هذا الغلط من حق البنت أو المرأة أن توافق على هذا الزواج أو ترفضه أنت عن فيه لما النبي رد النكاح البنت قالت لسيدنا النبي الآن أنا وفقت أجزت ما صنع أبي أنا موافقة أن تجوز ابن عمي أنا موافقة على الأبوية بيكترحوا لي فقال وما حملك على هذا انت ليه بقى جيت تقول لنا اتواجتك لنا أبوك أنه زوجك من ابن أخيه قالت علشان يعرف تتعلم النساء قال ليس للآباء في الأمر شيء إيه العظمة دي إيه العظمة دي أما للأباء مهمتهم إيه أنا كأب عندي بنت مش أنا اللي أجوزها حضرتك يا فندم تتولى التعبير عن رغباتها ييجي الخاطب تقوله طبعا مش تشاور مع بنتي مش مع امراتي بس لا مع بنتي كمان البنت تقوله موافقة يقوم يقول للولد أيوة احنا موافقين يابني وأهلا وسهلا وبدل ما البنت تقعد وتكشي في الحياة وبتاع وهي طبعا تبقى خجلانة وتتفق ما تعرفت تتفق إيه هاي فالأب هو اللي يتفق وعند إجراء العقد هو وكيلوها بمعنى إنه يعبر عن رغباته ولذلك تلاقوا عندنا في المجتمع المصري تلاقي المأذون يقول للشاهدين ادخلوا اسألوها ويقاعد أبوها جنبه عشان البنت ما نضغطش عليها من أبوها يروحوا الشاهدين انت وكلت مين يا بنتي تقول وكلت أبي دي معناها أنها موافقة خلاص أو وكلت أخي أو وكلت خالي الموجود بقى منهم اللي يعني حسب الترتيب الشرعي إذن الكون البنت تقول نعم بغض النظر بقى عن السكوت ولا عن الكلام لأن النبي قال لا تنكح الأيم حتى تستأمر والبكر حتى تستأذن قاله طيب كيف إذنها قال السكوت تسقط تسقط إذنها صماطوها إنما الثيب خلاص يعني الحقيقة ارتفع شوية في الحدة دي فتقول أيوة أنا موافقة بملء الفم فده منهج النبوة وشريعة الإسلام لا يجوز لرجل أن يكره امرأته عفوا أن يكره ابنته وموكلته على الزواج بمن شاء طب ينفع يمنعها الإجابة برضو لا إنما يكنعها لكن ما يجبرهاش على الامتناع بالذات لو لم يكن عنده علة واضحة يجي حد يقول لك والله بنت عايزة تتجوز حد مش عارف إيه وصفته ونعته اقنع بنتك قول لبنتك إنما لما يبقى إنسان متكافئ لها وموافقة هي عليه نحن فقط مجرد مستشارين يا سادة سواء كان للأبناء أو للبنات ولسنا أو ليس من حقنا أن نعترض ولا أن نجبرهم على زواج بعينه اللهم إلا إذا كان هناك سبب واضح يتفق عليه أهل الفطر السليمة شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله